الله؟ هو أنت رجلك خدت على هنا ولا إيه؟ هو أنا يعني بجيلك بمزاجي؟ عموماً أنا أحسن حاجة فيا إن بمجالباً ما بحط ناغي على المخدة بنام بصحة مش فكرة أي حاجة وحشة من أي حد أنا عكسك الصراحة ما بنساش الإساءة ما بسيبش حق الحد ما هو واضح؟ واضح جداً كمان عشان كده جسمك ما مقوط من التفكير لأ ما أنا مش جايلك علشان تكشفي علي وتميني تحليل وإشعات وتجود أنا جايلك في سؤال وعايزة إجابة واضحة وصريحة علشان ما ضيعش وقتك عجباني عجباني ثقتك بنفسك قوي دي قررتي تسألي وفي نفس الوقت بتتشرطي إزاي أجاوب على السؤال لا ومن غير مكذب كمان حاضر يا حبابتي موريني أنت عايزة تتجوز يتسألم ليه هو فعلاً سؤال وجيه ويستاهل من جيتك تفتكير أنت أنا عايزة تجوز سألم ليه أكيد مش حب يا طب خلاص مدام أنت حسمتيها من عندك كده ما تقوليلي على الجواب بالمرة حبقى عايزة تجوز سالم ليه فلوس حددي المبلغ اللي أنت عايزة وأنا هتصرف لك واو جاية تشتري جوزك مني أنا مبعتوش عشان أشتريه أنا بكلمك باللغة لتفهميها ها أعوذك ما كنتش عارف أن دمي خفيف قوي كده ولا لا أفرق سوري سوري مش قصدي والله بس يعني عايزة عارف أنت حتدفعي مني مش مشكلتك حددي سعرك اللي أنت عايزة وفلوسك حتكون جاهزة سوري ما تزعلش مني لو ضحكتي تاني أصلي مش معقول الثقة اللي أنت بتتكلمي بها دي زي ما تكوني متأكدة أني بمجرد ما حدد رقم أنت حتدفعي على طول جربي جربي أنت يا شاطرة جربي كده تطلبي رقم من سالم عشان تدهولي وإنت حتدفجئي مفاجئة عمرك عشان ما تعرفيهش يا شاطرة أني سالم كتب كل فلوسه وكل سروته يوم ما تجوزك باسم بسانت يعني أنت أخرج عنده خدامة شغالة بتخدميه وترعيله ابنه وبس ترجمة نانسي قنقر أه ماشي سيد مشاريع وصل بيته أأمن عليه ماشي سلام حكلي الشيشة علامبي ها قالك إيه جاي في الطريق قالك ما تخليش مشاريع يخرج من بيته فغاية ما يجيله ماشي أدفن الشيشة علامبي ده إيه المفاجئة حلوة دي ما أنا كان عندي شغل هنا قلت أجتطمن عليكم عامل إيه عليس الحمد لله ها على الله المالي كنت عادل الميل زي ما هو ميل ده جار الشكل بقى يا سيد مش كفاية محبوسة والسكتة مش كفاية إيه رأيك بقى والعلم كاسبيدة الراجل اللي في السجن ده لو جراله حاجة أنا مش هرحمك أنا مش عايزة تغيب عليكي أنا لقي أخ منك جبنا فصير تلقوت روح فتحت ابتح يا أصامة يا صورة شكل صورة ابتح يا أصامة كل ده بتعمل قبل بيجامل لديك لو باس كل ده بتبتح يلا سيد ما لك يا ابني زلاشه عقرب كده انت اللي هيلوشوك اتنين عقارب مستنينك تحت على القهوة انت بتخاطرك بطول يا صورة زي ما بقولك كده فيه اتنين عيال زي التران مستنينك تحت وبيقامنوا عليك لحد ما واحد يجي وقفشك ده أكيد الدكش هو فين الدكش اقول لك اعطل عشان راحك دعال يا صورة دعال يا صورة دعال يا خش يلا بيج كده انت بتعمل يا سيد خلصني لا اخلصك ايه النساء هتبرق سايد بقولك خلصني مفيش وقت بس راحة بالراحة حصصت يا حصصت يا سيد بعص لغا يا ابن اللعيبة الله يخليك قسم اشوفكو على خير سمع اتحرك زي ما اتفقني وانت جوه ماشي يا سيدي حشاش يا ابن الحشاش جراس الفوسحى ضرب هتحبسوني في الزنزانة ما ترسيني يا اسامة اللي بيحصل انا مش فاهمة حاجة اه افتح الباب EL tái سامة Nawr اخومة افتح الباب يضا منوش اخواصا ما خيومة وراها يارجالة هو فيه ايه لا تفتهش رسمة على حوك الأربانة حلياتها يعطيش الجرض asegautre اいつلوا بيه اذچ افتح الباب يا دوكش الباب مقفول من برّة بلوك سامة بقولك افتحوا ليه؟ بلاش يا حراف بقى أنا مشت واحدة ثانية واحدة خيب من يومك مفتح الباب ده فين يا سامة؟ معايا طب افتح الباب مش موضوعك انت جات دور على سيد مش على مرات ابوية أمي بقى ميس نوم قسير في القودة يا دوكش ولو حد منكو دخل عندها هرقة بالصوت والم الحرة كلها ماشا باب الحمام مقفول من جوه أكيد مستخاب بجوه اكثر الحمام بصورة نعم نعم ببيد ان شاء الله هتكثروه لما امرتك يا سامة من وشي ده بدل منقلب في اللفاء يا إيه اللي تلقى تبتيده إيه ده؟ بتعمل إيه جوه يا ده السومة؟ آآه كون بعملها يا دوكش بحط جل جل؟ في الشعب آآه ومفتحتش ليلة بم رجالة خبطوا عليك تخلي عطاك دم يا دوكش بقولك بحط جل في الحمام هفتحك سامة مم وقال يا هدومك ليه؟ برضو واحد بحط جل في صرف الحمام لازم يكون أنا عدوم وانت بقى عمال تهيبت في باب الشقة وتكسر في باب الحمام وعمل لنا خطة ومرأي بالبيت ده انت ناس تحطك النسة عالسطح وفي الآخر جاي تقبض على مين؟ واحد معدته واجعه جاي ستنجبين عشان يخش الحمام؟ دلوقتي طلعلك صوت يا أوس ما كنت من شوية ركبك بتخبط في بعضيها هو وشة كاسفر هو أنا وشة كاسفر قوي؟ بسم الله ما شاء الله اسم النبي حرصك وسينك ده حمرهم ولا حمر الشفاح الأمريكاني الشر بره وبعيد يا دوكش أبي بخاري يا أختي من العين هتغنوا وترد على بعضه قدامي؟ ماشا يا أوس ليك روقة هتقول المزنو ده وتعالوا وراي ثاني يا واحدة تمعكز النيابة؟ بتقول حاجة يا رحمك؟ ما تتكلمش مع حد يا أوسامة وإحنا قابفين إحنا قاسفين هلو؟ يا أوسامة طب مني إيه الأخبار عندك؟ تمام بس خدوا صومة معهم والمخارجين سيبك ما إنه ده تلاقيه بيداري خبته بحيسيبه على أول ناصي على طول المهم أنا عايزك تروح بزورة بوك في المستشفى أنا مش عارف أروح لأكون الكلب ده عملي كمين هناك حاضر يا سيب ما تخديش على قد عقل يا أوسامة هروحوا والله أنا كمان عايز أشوفه وأتطمن عليه ماشا وبوه تمنوني إيه الأخبار وخدوا بلكم نفسكم سلام شكرا